السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز والجزء رقم 8 من الفصل الرابع سنواصل الحديث عن طرق تصنيع المادة من أجل تحويلها إلى شكل مسحوق تناولنا في السابق وتحدثنا عن وعن التحليل الكهربي وعن التحليل الكهربي أي تحليل أو تفكيك هيدروكسيدات المواد المراد تحويلها إلى عبيبة الآن سنتكلم عن الاتوميزيشن والبلوبرائزينج أو جريدينج الاتوميزيشن الاتوميزيشن is a process where liquid metal is fragmented into small droplets that cool and solidify into particles يعني هذه المادة أو هذه الطريقة هي تستخدم للمادة المنصهرة التي تحولها إلى رزاز نحولها إلى رزاز ثم إلى قطرات صغيرة التي تبرد وتتجمد وتعطينا حبيبة كيف تتم ذلك من خلال الشكل التوضيحي الذي أمامنا ناتب المادة المعدنية على شكل مالتوميتل أي معدن منصهر داخل هذا الادل ثم يصب بداخل الاتوميزر وهذا الاتوميزر يحول المادة المعدنية إلى رزاز هذا الرزاز يقابل بـ spray water إلى ماء يقابل بالماء فيتجمد يبرد ويتجمد على شكل قطرات بدورها تتحول إلى particles يمكن أن تخرج خارج هذا الجهاز أما عملية البلوفريزيشن أو الجرايدينج فإنه لدينا سلاسة أنواع من الطواحين النوع الأول وهو roll crashing أي استخدام الضرفيل في عملية سحق المواد وتحويلها إلى حبيبات صغيرة في هذه العملية يوجد لدينا اثنين من الضرفيل يدوراني عكس بعضهم البعض توضع المادة المراد سحقها فتسحق داخل أو بين هذين الضرفيليني وتتحول إلى حبيبات صغيرة أما الثانية وهي البولميل أي الطحونة التي تستخدم الكور أو الطواحين ذات الكور في هذه الطحونة يوجد العديد من الكور وهي مصنعة من نوع معين من أنواع الصلب وهي أحجام مختلفة فعندما تدور هذه الطحونة وهي بداخلها الكور والمادة المراد طحنها فإن الكور تصل إلى أكثر ارتفاع عليها وعندما تصل إلى أكثر ارتفاع أثناء عملية الدوران فإنها تسقط محطمة المادة المراد طحنها داخل هذه الطحونة أما النوع الثالث وهو الهمر ميلينج أو الطواحين ذات المطارق فإنها توضع المادة المراد طحنها على المكينة وأثناء دوران المطارق كما نرى فإنها تؤدي إلى صحق المادة ما بين الجدران وما بين الهمر أو المطرق الخاصة بالمادة فتتحول بدورها إلى فاين باودر أو مسحيق ناعمة ترجمة نانسي قنقر